موسيقى هكذا أحب الله العالم هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا اليوم عن هذه الآية الذهبية ونحن نقترب من أيام الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح يخيم على الأراضي المقدسة وشها من الحزن فالعديد أو أغلبية الكنائس التاريخية والكنائس الأخرى كلها عبرت عن هذا الحزن بعدم الاحتفال بعيد الميلاد أو الزين الخارجية فقط اقتصر العيد على اجتماعات صلاة واحتفالات داخلية داخل الكنائس فالكل يتطلع إلى السلام والكل يحاول وينادي باختبار المحبة والكل يتمنى في هذه الأيام وقف الحرب ونرى السلام في بلادنا هذه البلاد التي لم تعلم ما هو لسلامها من آلاف السنين إلى يومنا هذا وهكذا أحبائي تم قول يسوع المسيح الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون وأن سفك دماء الأبرياء لابد أن يقود إلى اللعنة لعنة على هذه الأرض فالأرض تحتاج إلى إبراء تحتاج إلى شفاء وتحتاج إلى لمسة إلهية وهذه اللمسة أحبائي هي من خلال يسوع المسيح للأسف المرفوض من الديانات الأخرى وغير مدرك أو مفهوم من العديد من المسيحيين اللي راحوا ركزوا على أمور جانبية كثيرة ونسوا الرب رب العيد ونسوا هوية يسوع المسيح ونسوا المخلص ونسوا الغرض الأساسي والرئيسي من تجسد المسيح في ملء الزمان ولد في بيت لحم لكي يتمم الخلاص للجنس البشري الخلاص من الدينونة الخلاص من الخطية الخلاص الأبدي الخلاص الذي يقود إلى الحياة الأبدية بيسوع المسيح فابقوا معي لأنه عاوز أتكلم عن هذه الآية الجوهرية التي تعتبر قلب الإنجيل بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكون نور بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وأيضاً تشاهدون لايف على السوشال ميديا برحب فيكم باسم الرب يسوع وحديثنا عن آية في غاية الأهمية هي من إنجيل يحنى إصحاح الثالث والآية ستة عشر وخلينا أقول أحبائي قبل القراءة أنه ما يميز المسيحية عن سائر الأديان هي المحبة مش أي محبة أحبائي إحنا نتكلم عن المحبة الإلهية المحبة كإعلان إلهي محبة الله متضفقة للجنس البشري الخاطئ في عالم مليء بالحروب ولسيما في هذه الأيام والنزاعات الكثيرة والأحقاد والكرهية يأتي المسيح ويقدم أعظم جواب للبشرية الخلاص من الخطية الخلاص من الدينونة ومن خلال محبته الإلهية يقدم لنا الحياة الأبدية الدائمة وإلى الأبد وخليني أقرأ بعض الآيات تركيزنا على آية ستة عشر من بشارة يحنى في الإنجيل المقدس وخليني أبتدي من آية ستة عشر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا في هذا الوقت هذه الآيات أحبائي تعتبر قلب بشارة يحنى في الإنجيل المقدس بل هذه الآيات تعتبر قلب الإنجيل هذه الآيات تعتبر قلب الكتاب المقدس هذه الآيات مجرد آية واحدة هي تتحدث عن خطة الله الكاملة وغرض الله الكامل لخلاص الإنسان الشرير الفاسد من الخطيئة فهذه الآية تعتبر الأخبار الصارة تعتبر الأخبار المفرحة هذه الآية تكشف لنا عن أبوة الآب وتكشف لنا عن تميز الإبن الفريد الواحد الوحيد واحد من نوع وهذه الآية تكشف لنا عما في قلب الله من محبة تجاه الإنسان ألم يقل الكتاب للذات مع بني آدم وإن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله الله خلقنا لكي نتشبه به في الصورة الأبد الأدبية والصورة الروحية لكي نكون فعلا متشبهين كالله إن هذه الآية هي عزاء ورجاء لأعظم خاطئ إن هذه الآية تعتبر سر الذي يكمن في قلب الله من الأزل إلى الأبد إن هذه الآية تظهر لنا عن قلب الله الذي يحب جميع الناس على السواء بدون أي استثناء بغض النظر شو خلفيتك شو جنسيتك شو أعرقك من أي مكان من أي ديانة من أي مكان فالله عنده غرض واحد وحيد وغرض الله هو أن ينتشلنا من الهاوية من الموت من الهلاك الأبدي لكي نحيا معه وبه لكي نستمتع ونتمتع بالحياء الأبدية في الحاضر هذه الآية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية هذا النوع من هذا الإعلان لا تجده في أي كتاب آخر تحت الشمس وأقولها أحبائي بكل صدق وأماني الله ما عندهش ديانات والله ما عندهش طواف والله ما عندهش طفرقة والله ما عندهش عقائد بين الناس ولكن الله عنده هدف واحد غرض واحد ديانة واحدة إن صح التعبير هو أن نكون في المسيح يا أنت مع المسيح أو ضد المسيح فأي ديانة أخرى لا تتمشى مع كلمة الله ومع إعلان الرب يسوع المسيح فتعتبر باطلة ومزيفة مع كل احترامي ومع كل محبتي أنا لا أتكلم عن الناس فنحن نحب الجميع مثل ما أحب يسوع كل الناس بدون أي استثناء هذه الآية تعتبر واحدة من أهم بل من أعظم الآيات في الكتاب المقدس في هذه الآية تعتبر جوهر وقلب الإنجيل المقدس في هذه الآية تقدم لنا عدة أمور في هذه الآية نرى أعظم إعلان إعلان إلهي عن أبوة الآب وعن محبة الآب وتعلن لنا عن تفرد المسيح ومحبة المسيح والغرض اللي جاء من أجله المسيح لكي يموت عن الخطية ولكي يقوم من الأموات حتى نحيا به فإنه أعظم إعلان لكل البشر ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم محبة مش أي محبة أحبائي مش مثل ما يقول المثل الله يحب الذين يحبونهم فالمسيح قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلون هكذا طب الناس بتحب شعبها وبتحب اللي من جنسها ومن ملتها ومن ديانتها إيش اللي بميز فبيقول كتاب عن هذه المحبة إن الكل بحب ولكن المحبة التي يقدمها الكتاب هي محبة نازلة من فوق هي محبة إلهية هي محبة الأجابي محبة غير محدودة محبة غير مشروطة هذه المحبة المعلنة من خلال يسوع المسيح وتجسدت في يسوع المسيح أعظم إعلان أعظم محبة ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم تضحية حتى بذل ابنه الواحد الوحيد يسوع المسيح ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم عطية في الوجود الله بذل ابنه الوحيد كلمة الله وهنا أحبائي أقول لا تفهم غلط الله لم يلد ولم يولد الله لم يتزوج زواج الله ما عندهش صاحبي مجرد التفكير في هذا الموضوع بالنسبة لنا كمسيحيين يعتبر جحود ويعتبر كفر ويعتبر ضد الله مباشرة نحن نتكلم عن يسوع المسيح كلمة الله التعبير عن الذات الإلهية والذات الإلهية معبرة كائنة كامنة في شخص الرب يسوع المسيح كلمة الله فهذه الآية أحبائي تقدم لنا يسوع المسيح ثم هذه الآية تعبر عن أعظم خلاص من أعظم مخلص من كلمة الله ابن الله من يسوع المسيح له كل المجد ولاحظ كل غرض التجسد كما يقول كتاب يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أي الله حضور ومجد الله حل بين الناس وهل يستطيع الله أن يتجسد وإذا كان الله هو القادر على كل شيء هل يعصر على الله أنه يتجسد يأخذ جسد إنسان بدون ما يفقد اللهوت بالطبع طبعا أنه الله قادر على كل شيء ولكن أحبائي هذا المخلص جاء لكي يخلص يدعى اسمه أيضا يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم فالإشكال ليس الديانات والإشكال ليس الأعمال والإشكال هو مشكلة الخطية الفاصلة اللي حجبت وحجزت وجه الآب عن البشر وحاول الإنسان من أيام آدم إلى يومنا هذا كل أنواع المحاولات ولكن كل الأفعال وكل المحاولات باقت بالفشل لأنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله فهذه المعضلة تحلت في شخص يسوع كلمة الله الإنسان الكامل اللي كفر عن خطيانا بموته على الصليب لكي يكون أعظم خلاص وفي نفس الوقت كمخلص ابن الله استطاع أن يوفي المطالب الإلهية أو العدالة الإلهية وهو الوحيد الكامل بلا خطيئة هو الوحيد الذي يستطيع أن يكون حمل الله بلا عيب الذي يرفع خطيئة العالم ثم هذه الآية هي أعظم حياة مش أي حياة حياة ذات الله تبتدئ بالإيمان بالرب يسوع المسيح وتدفق هذه الحياة تستمر في حياتنا إلى الحياة الأبدي الدائمة المستمرة التي لا تنتهي عندما نكون مع الرب في السماء كل حين ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم وعد هذا الوعد هو الحياة الأبدية والعلاقة والشركة مع يسوع المسيح إن هذه الآية تقدم لنا أعظم رجاء لأعظم خاطئ صار فيه رجاء من خلال نظره ليسوع إيمانه بيسوع يستطيع أن يحصل على هذا الرجاء إن هذه الآية قلب الإنجيل بل جوهر الإنجيل لأنها أعظم فداء فداء تم من خلال يسوع المسيح اشترانا اشتريتم بالثمن افتدانا من لعنة النموس متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا مكتوب أيضا افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم إنه أعظم فداء للبشر ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم ذبيحة ذبيحة المسيح الكفاري الذي أحبانا وقد غسالنا من خطايانا بدمه ذبيحة المسيح ثم هذه الآية تعتبر أعظم شهادة أعظم رسالة أعظم إرسالية لأنه فيها رجاء وفيها حياة وفيها خلاص وفيها أيضا بركة كم من الملايين اللي خلصوا من خلال قوة هذه الآية اختبروا محبة الآب من خلال عمل يسوع المسيح وتغيرت حياتهم فحياتهم أصبحت شهادة وتشهد عن عمل المسيح فينا ثم هذه الآية أحبائي أعظم دعوة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إنها دعوة دعوة للتوبة لتغيير الفكر الفكر والرجوع إلى الرب إنها دعوة للإيمان والثقة بما فعل يسوع بموت الكفار على الصليب وقيامة من بين الأموات إنها دعوة للحياة الأبدية لماذا نبحث عن طريق الموت هذا كان غرض الله من البداية في سفر التثنية قال الرب لموسى وموسى قالها للشعب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك يقول الكتاب عن الشيطان جاء لكي يصرق ويذبح ويهلك أما أنا قال يسوع أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل إنها أعظم دعوة وهي الدعوة موجهة لك الآن الله يحبك الله لا يريد أن تهلك بجهنم إلى أبد الآبدين ولأن الله يحبك يريد أن يخلصك ولكن في مشكلة المشكلة هي الخطية فجاء المسيح وعالج مشكلة الخطية إذ مات على الصليب وقام من الأموات لتبريرنا حتى إن وضعت ثقتك وإيمانك بالرب يسوع مجرد إنك تعترف بخطيتك واتتوب عنها وتقول يا رب أنا بسلمك حياتي وتعال أملك على حياتي على قلبي أنت مخلصي مجرد كلمات بسيطة ولكن تحصل على الحياة الأبدية إن هذه الآية تقدم لنا أعظم علاج وأعظم شفاء للقلوب المظلمة إن هذه الآية أعظم اختبار يتم قبل الوصول إلى السماء إن هذه الآية تقدم لنا أعظم ضمان حياة الله في كل مؤمن تظهر بكمالها إلى الحصول القيامة حياة الله أحبائي بتبتدي في داخلنا بإيماننا بالرب يسوع المسيح ولكن أحبائي هذه الحياة تستمر إلى أبد الآبدين تعرفوا أحبائي واحدة من الآيات الجميلة جدا في رسالة الرسول بولوس لكنيسة فليبي إصحاح ثلاثة مكتوب آية عشرين فإن سيرتنا نحن هي في السموات جنسيتنا مواطنتنا التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء وهذه الآية بتتمشى مع كمان رسالة بولوس لكنيسة روميا إصحاح تمانية والآية تسعة عشر لآية تلاتة وعشرين فإذن أعظم ضمان قال يسوع المسيح الذي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ثم قال ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي وقال أيضا في يحن خمس أربع وعشرين الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فهذه الآية تقدم لنا الحياة الأبدية تقدم لنا ضمان الحياة الأبدية إن هذه الآية تعتبر أعظم علاج من سم الخطية في نفس الإصحاح في آية 14 اقتبس يسوع حادثة في العهد القديم عندما تمرد الشعب على الرب وأرسل الحيات ولدغتهم الحياة وكتير عدد كبير كان يموت ولما صرخوا وموسى صرخ للرب قالوا اصنع راية حي نحاسية وكل من ينظر إلى هذه الحياة يحيا والرب يسوع قال هذا الشيء عن نفسه وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في العهد القديم كان مجرد النظر بناله الشفاء والحياة ضد الموت في العهد الجديد أحب النظر إلى عمل يسوع على الصليب مشان هيك الشيطان بيكره الصليب وأولاده بيكره الصليب مشان هيك أحب الصليب هو العلاج الإلهي العلاج من سم الخطية ثم أحباء هذه الآية أعظم أجمل أمثل أكمل خطة للخلاص في آية وحدة بتقدم لنا كل موضوع الخلاص تلخيص مخطط الله للخلاص من الجلد للجلد موجود في هذه الآية ولكن هذه الآية أيضا أحبائي ممكن اليوم تعمل أعظم قرار أعظم اختيار هكذا أحب الله العالم فماذا تقرر وماذا تختار اليوم أصلي من كل قلب أنك تختار الحياة تختار يسوع المسيح أعود بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف نستطيع أن نفهم محبة الله حتى يعني في الكتاب المقدس عندما أرادوا أن يعبروا قالوا هكذا هكذا يعني إيه هكذا مفيش كمية مفيش نوعية أو حدود أو سدود يعني تحتاج الأبدية الصحيقة حتى نفهم كلمة هكذا هكذا قلب الله هكذا محبة الله هكذا جوهر الله هكذا طبيعة الله المحبة إنها الحقيقة العظمى وراء خطة الله هكذا أحب الله العالم مشكلة أنا مش يعني الخطيئة مفهومة لأنه الإنسان خاطئ وعاصي وفاسد والفداء والخلاص كله مفهوم تفهم محبة الله من الأزل إنه الله بحبني وأحبني كيف ممكن أفهم هذه المعادن وأي لغة وأي كلمات تستطيع أن تعبر عن محبة الله وإنه الله أحبنا حتى قبل ما يخلق الإنسان ويخلق الخليقة والكون كله طبيعته محبة هذه المحبة لا أعتقد رح نفهمها في هذه الحياة لأنه هاي المحبة محتاجين ندرسها في كل الأبدية لما نكون في السماء مع الرب يسوع لأنه محتاجين خمسين مليار سنة مع الرب تنفهم هذه المحبة هكذا أحب الله العالم هاي الحقيقة العظمى وراء كل الخطة المخطط الإله للخلاص شوف خلينا أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح أربعة من آية سبعة أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله الله هو المصدر وكل وكل من يحب فقد ولد من الله يعني ولادة جديدة ولادة روحية ولادة من فوق كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب ومن لا ومن لا يحب لم يعرف الله واو خطيرة جدا تقول أنا بحبك أنا بحبك إحنا منحب لا لا يعني هنا ربطها المحبة بالمعرفة معرفة الله إحنا متكلم عن المحبة الإلهية طبعا ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة يعني الله نور الله روح الله محبة الله محبة هاي طبيعة الله هل في إنسان في كل البشرية يستطيع أن يفهم الله هل إذا فهمنا الله فهمنا محبة الله مشان هيك إحنا منتكلم بكل ما أعلن لنا وهذا الإعلان إن أراد الإبن يعني يسوع أن يعلن لك فإحنا منتكلم بما هو موجود من الوحي من الإعلان الإلهي عن هذه المحبة ولكن ندرك ندرك طبيعة الله وحقيقة الله وفهم الله نحتاج مش خمسين مليار سنة خمسمائة مليار سنة حتى ندرك أبعاد وأعماق الله أحبائي ولاحظ هون الكلام ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به هاي إرادته هاي رغبته هاي طبيعته لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطينا بكمل أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا هكذا أحب الله العالم ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا مستحيل مستحيل إلا إذا الرب حط فينا الطبيعة الجديدة الولادة الروحية اللي مثل ما قرأت من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لم يحب لم يعرف الله فهاي استحالة إلا إذا أخذنا الطبيعة الجديدة هاي الطبيعة هو أن الرب فعلا بالروح القدس ساكن فينا من خلال الروح القدس نستطيع أن نحب الآخرين الله لم ينظره لم ينظره أحد قط إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا تعرف حبائي بدي أعطيك وظيفة صغيرة كل اللي بيسمعها سمعني مسيحي أولا مسلم درزي بغض النظر شو خلفيتك رسالة يحنى الأولى خمس إصحاحات أوكي خمسة مدة قراءتها ما بتزيدش عن العشر دقائق ماكسموم ماكسموم ربع ساعة تحدي اللي عوز أحطه أمامك اقرأ هذه الرسالة وإذا بتقرأها بدون تحيز بدون تحيز وتقول له يا رب هاي الصلاة يا رب اعلن اعلن لي عن محبتك هو فكرك ليه الحرب بين إسرائيل وغزة ليه النزاعات والصراعات ليه كل اللي عم بيصير الكوارث والدنيا قايمة قاعدة في الدنيا لأنه الناس ما اختبرت محبة الله واو العلاج موجود لكن متل ما قرأت أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة أحبائي عشان نختبر هذه المحبة هي عبارة عن ولادة جديدة ولادة بالروح القدس المولود من الجسد جسد هو المولود من الروح هو روح ينبغي قال يسوع قال لرجل الدين نيقو ديموس يحنى ثلاثة ينبغي أن تولد من فوق فإذن الحب الإلهي هو العنصر الديناميك الدائم الحركة لتمتع العالم بالخلاص لأنه غرض الله الخلاص غرض الله أنه الإنسان يعيش سعيد ليه ليه ثقافة الموت والحرب والدمار ليه تعرفوا أحبائي في الحرب العالمية التانية كان جنود اليابان انتحاريين انزلوا الطيارة على البارجات في الهاربر في الميناء في أمريكا وكان في ضحايا كتير اضطر الرئيس في تلك الأوقات ترومان أنه يضرب قنبلي على هيروشيما وعلى نكذاكي وراح ضحايا كتير الإمبراطور استسلم وأعلن يعني أنه استسلم مش عاوز مزيد من الضحايا ولا الأمريكان عاوزين يحاربوا بالكوماندو رح يخسروا مع اليابان ورح يموت مش أقل من مئة ألف جندي في اليابان النتيجة الاستسلام قاد إلى الحرية وإلى شعب يعتبر اليوم من أرقى شعوب العالم وتخيل لو هذا الشعب بيعرف يسوع كمان بيكون أرقى بمليون مرة تخيل فإذا طريق السلام وطريق المحبة هو الطريق وهل اليوم بخلدوا لهذا الإمبراطور وبالعكس لأنه بحب شعبه وبحب بلده مش عاوز ضحايا مش عاوز موت مش عاوز أكتر ضحايا إحنا مش جماعة انتحاريين ولا جماعة مندعي الناس للاستشهاد لأن الموت وبالذات في القتل والعنف ما فيوش مجد ومش بس أنت بتخلص على حياتك وبت بتدمر أسرتك وعيلتك لسنين والأم ولا الأيتام رح يبكو كل العمر وندم بينما الزعماء والرؤساء بسلموا على بعض وبحيوا بعض وبهنوا بعض بالانتصارات وبقية الشعب بتدفع الثمن تخيل المحبة بتخلي الإنسان يضح بكرامته وبيضح بكبرياءه فالإنسان هو قدس أقداس الله محبة الله يعني أنا مش يعني ما عنديش فوكابلر ما عنديش لغة تعبر عن هذه المحبة أحبائي اللي اللي رب يسوع قال ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله إيه اللي ممكن يعطي فداء إيه اللي ممكن جامع كنيسة أرض وطن كل هاي الأمور فانية والناس كلها بسبب هاي الأمور بسبب الدين والحرب الدينية الناس عم تدفع ثمن باهز وغالي جدا كل ما عليك صلاة صغيرة يقول له يا رب أنا عاوز أختبر محبتك وهذا ليس ضعف إنها النصرة لأن المحبة الإلهية هي المحبة المنتصرة التي تقدم ولا تحجم إنها المحبة التي تنتصر وتأخذ مواقع وكم من العالم اللي تغير بسبب المحبة تعرفوا انتشرت المسيحية ومات أكثر من 2-3 مليون شخص في القرن الأول 200 سنة ولم يرفعوا سيف ولا واحد طلب بنساء أو ورثة أو أملاك أو خيل أو ممتلكات بالعكس اللي كان ييجي للمسيح كان يدفع ويقدم كل شيء لأنه أدرك إنه جنسيته وطنه هو السماع ولكن برضو منصلي من أجل بلادنا ومن أجل أوطاننا بس عشان نعيش حياة كريمة حياة فيها سعادة حياة فيها فرح مش على أساس إنه منخلق ومنموت أحبائي 70 وثمانين ومئة سنة وإحنا في نفس الهم والغم ليه؟ كبرياء الإنسان وشر الإنسان وإنه بدافع عن الدين إحنا مش منقدم حياتنا لياسوع مع إنه لو قد مستعدين ولكن إحنا لا نقول فداك يا يسوع لا يسوع هو اللي قال أنا فداك أنا اللي موت من أجلك أنا مش عاوز أي إنسان يموت من أجلي أنا اللي أجيت أموت من أجل البشر أنا اللي رح آخذ مكانك ومكانك أنا اللي بقدم نفس الذبيحة أمام الله الآب أنا اللي رح أدفع التمن أنا ما بدي ذبايح كثيرة وما بدي استشهاده وما بدي ناس تموت أنا اللي بموت من أجلك هاي هي المسيحية هاي هي المحبة اللي بنتكلم عنها أحبنا أولا أحبنا أحبائي وهذه هي المسيحية محبة غير محدودة محبة غير مشروطة بقول ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة محبة أبدية لا إلها أول ولا آخر ملهاش أي حدود ولا أي شروط يعني بعبر عنها في العهد الجديد في روميا 5 آية 8 ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا شو بدك أحلى من هيك وأعظم من هيك محبة وإحنا ضد الله وأعداء الله وخطاء وفاز دين ومنستحق جهنم ونحن بعد خطاء الرب أرسل يسوع حتى يفديك أنت وأنا من الخطي يموت موت بديلي كفاري مثالي حتى يغير الإنسان ويتمتع بالحياة الأبدية على فكرة الشيطان عاوزك تموت وعاوزك تهلك وعاوزك تقضي الأبدية بالهلاك الأبدي بالنار معاه لأنه بيكره الإنسان مش على سواد عيونك ولا على جمالك بيكره الإنسان لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله من أول خليقة لما قائن قتل هابيل الرب قال له أنا عم بسمع صوت صراخ في صراخ الدم بيصرخ دماء أخيك دماء حتى الأرض ملعونة بسبب الدم وبعد ما أهلك بالطفان كل البشرية نوحه أولاده وعيلته أول وصيب يعطيهم إياها أن لا يسفك دم الإنسان فإذا واضح موضوع أنه الإنسان على صورة الله هذا يفوق كل خياله كل تصور هاي هي محبة الله في الإنسان فالإنسان أعظم من المسجد وأعظم من الكنيسة وأعظم من الأراضي المقدسة مثل ما قلت في حلقة سابقة إن الأرض المقدسة صارت أنجس أرض ولكن بحب أنا ديها أرض المسيح بلد المسيح بيكفي إنه يسوع مشي عليها ولما المسيح بيمشي كل شيء بيتقدس ولكن الأهم أنت بتتقدس من خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح كفى للدماء كفى للقتل كفى للسفك دماء الأبرياء كفى للكبرياء كفى إنه نغامر ونقامر ونجازف في حياة الناس اللي بتدفع ثمن من أجل قيادات كمان هاي القيادات مش موجودة أحبائي أنا عن بشارك من كل قلبه محبة الله هي العلاج العلاج في الزواج العلاج في الأسرة العلاج في المجتمعات ولكنها العلاج من سم الخطيئة التي لوثتنا وشوهتنا وشردتنا وأصبحت في حياتنا خطيئة فضيعة مريعة هذه الخطيئة اللي بتحجز وتحجب ولكن الله بيّنها من خلال مجيء يسوع المسيح ألا تقبل وتقبل يسوع المسيح محبة غير مشروطة إنها محبة إلهية محبة أجابي إنها محبة منتصرة لأنه مصدرها إلهي هكذا أي بهذا القدر أي قدر الله أحب الله أجابي أجابيو ستة وثلاثين مرة في إنجيل يحنى في بشارة يحنى أحب الله كلمة أحب الله توازي التجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق توازي التجسد بكل أصالته وبكل جماله وبكل كماله على فكر هكذا أحب الله إنها أحرف كلمات ينبغي أن تكتب أحرف من نور ليس أي نور نور السماوي النور اللي موجود في السماء وليس على الأرض فالله محبة رسالة يحنى الأولى أربعات تمانية إنها طبيعته وجوهره تنبثق من نبع غير محدود لأن الرب هو مصدر المحبة وهو النهر المتضفق من هذه أو لهذه المحبة فإذن إنها محبة الله في رسالة يحنى الأولى إصحاح ثلاثة الآية الأولى والآية الثنين انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لاحظ من أجل هذا بنرجع لنفس الثيم من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه لأنه لا يعرفه فإذن أحبائي هكذا تؤكد جسامت وأبعاد محبته إنها أجمل صورة للفداء الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه فالله أحبنا محبة أبدية الله أحبنا قبل تأسيس العالم الله أحبنا فضلا كما يقول الكتاب الله أحبنا حتى المنتهى الله أحبنا أولا الله أحبنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا إنها محبة فائقة ومن كل الجهاد سواء الطول والعرض والارتفاع إنها من كل النواحي من كل الجهاد نرى عظمة هذه المحبة بل قوة هذه المحبة الغالية نرى طبيعة هذه المحبة فالله محبة ويحب هذه المحبة أولا في جوهرها أحبائي وطبيعتها هكذا هكذا أحب الله العالم أي بلا حدود كلمة هكذا ملهاش أي حدود أعظم كمية محبة مش بس كمية محبة بل أعظم نوعية إنها نوعية إلهية نوعية لهذه المحبة نهر متضفق من ينبوع ومصدر هذه المحبة ثم هذه المحبة نرىها في مداها واتساعها لجميع الخطاء كل من يؤمن به أحب الله العالم العالم هون الناس العالم الشرير لكل العالم ثم نرى هذه المحبة في مقياسها وعدم تحيزها وسخائها لكل من يؤمن بغض النظر مسلم مسيحي بوذي أي دياني أي ملي هاي المحبة الله ما يعني الرب يسوع لم يأتي ليؤسس ديانة المسيح جاء ليتمم الغرض الإلهي لخلاص الإنسان هذا وفقت ما فيش إش اسمه ديانات يا أنت في المسيح أو خارج دائرة المسيح فإذا مقياسها عظيم غير متحيز سخية جدا في عطائها لكل من يؤمن إنها دعوة للجميع ثم نرى هذه المحبة في حدودها ومحيطها أيضا يخلص الخطاء هذه إرادتهم يخلص الخطاء هذه رغبته هذا ما جاء من أجله يسوع المسيح إنه من نبع الفداء من قلب المتضفق محبة لخلاص الخطاء ثم نرى هذه المحبة في فاعليتها وفائدتها تكون له الحياء الأبدية هل خطر في بالك الإله القدوس البار أحب العالم النجس المحكوم عليه بالهلاك الأبدي لقد عرف عن نفسه أنه محبة إنه سر أحبائي سر من الأسرار الإلهية لأنه أفتر أول الكل من الله الكل من الله حباء هاي المحبة بعلمنا الكتاب أن نحب إنها علامة التلمزة الحقيقية بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضكم لبعض إنها محبة عملية لا يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل لا والحق إنه اختبار حقيقي وله ثمر ثمر الروح محبة فرح سلام الكتاب المقدس بعلمنا أن نحب الرب الإله من كل القلب من كل الفكر من كل النفس ومن كل القدرة والكتاب المقدس بعلمنا أن نحب القريب كالنفس وأنه كل النموس يتعلق النموس والإنبياء بهذه الكلمة تحب قريبك كنفسك ومش بس هيك كمان الكتاب بعلمنا أن نحب الأعداء ولكن كيف أستطيع أن أحب الأعداء إذا أنا مش عم بحب الله أو أحب أخوي قال يسوء أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغذيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم حتى محبة الأعداء لأنه نهر الله متضف نمتلئ من محبة الله بكل ما يحيط بنا يصبح محبة وهذه المحبة بتصل حتى الأعداء بتغيرهم وبصيروا يبحثوا عن نفس المحبة ليه؟ لأنها جوهر الله محبة الله طبيعة الله نرى أبعاد هذه المحبة العالم كله أحبائي هو دائرة محبته ليس الشعب واحد يحب كل واحد منه كأنه لا يوجد شخص آخر في الوجود غيرك قيل يعني الله بيحبك محبة شخصية فردية كما لو أنك أنت الوحيد في هذا العالم في هذا الوجود برضو كلفت دم يسوع المسيح ابن الله كلمة الله أنه يموت من أجلك حتى لا تهلك ويكون إلك الحياة الأبدية هذا الخلاص هو عمل الله الكامل الله الآب اختارنا فهو مصدر الخلاص أظهر محبته نعمته خطته فدائه ثم هذا الخلاص تم بإنجاز الإبن يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم هذا الخلاص أحبائي تم بختم الروح القدوس الروح القدوس أكد ختم علينا أننا صرنا أولاد الله بالإيمان أرسل الوعد أرسل الروح القدوس وعد من جهة الله لا يفارق الإنسان بل يسكن فيه الروح ويسقيه الروح ويملأه الروح من نبع الفداء والمحبة والحياة من نهر الله بذل ابنه الواحد الوحيد المتميز وهنا الجوهرة التي تزين تاج العهد الجديد رغم بساطة هذه الآية لكننا نحتاج الأبدية لكي نفهمها ولها أبعاد صحيقة جدا إنها محبة الله العميقة بذل ابنه الوحيد والكلمة صار جسدا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد مرتبطة الإبن طبعا مرتبطة بمحبة الآب الفائقة لعالم البشر الشرير أو كما قال يسوع الواهب حياة للعالم هذا الإبن أحبائي هو الإعلان الكامل الإعلان الأخير أعلن عن أبوة الآب أعلن عن محبة الآب الله كآب أعظم آب ثم الإبن يسوع أعظم ابن إنها عملية الخلاص تبتدئ من المصدر من الآب وبإنجاز الإبن إذ وقع عليه هذا الموضوع يعني الله لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبن معه كل شيء الآب يبذل الإبن وهذا شيء مهم إنها تمس طبيعة الله الأبوية فالخطية معادية لله فرفضك للإبن قبلوا الإبن يقول رفضك للإبن هو رفضك للآب وطريقة الآب للخلاص قال يسوع أنا والآب واحد هكذا أحب الله العالم أعظم صورة للمحبة بترجعنا للعهد القديم عندما أراد إبراهيم أن يقدم ابنه وحيده على جبل المرية وقال الكتاب الرب يرى فمكتوب عن إبراهيم رأى يومي فتهلل وقال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وإبراهيم مكتوب عنه آمن بالذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة أعظم ذبيحة ذبيحة المسيح يعني ذبيحة إبراهيم نموذج الأفصح عن نية الله ماذا سيفعل بالمستقبل ينبغي أن يرفع ابن الإنسان حتى لا يهلك كل من يؤمن به تركيز على الإيمان يرفع ابن الإيمان على الصليب وللتمجيد أيضا فهنا أحبائي النقطة الفاصلة الحاسمة والقاسمة والفاصمة بين الهلاك والحياة بين الدينونة والخلاص بين الموت وبين الحياة مع المسيح هي الدعوة الثقة بيسوع المسيح والإيمان به والخضوع له والتكريس له كرب وكمخلص للحصول على الطبيعة الجديدة هذا هو الإيمان الحقيقي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شررة فماذا تختار؟ محبة الله التي تقودك إلى الحياة الأبدية أو الموت الذي يقودك إلى الهلاك الأبدي الآن أدعو الرب يسوع قل له أدعوك حتى تكون ربي ومخلصي وأنا بتوب عن كل خطيئة أنا بدعوك حتى تجلس على عرش قلبي وهذا أعظم عيد في هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر